الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين شاهد قطباء المستقبل واستبشروا بالنجيل الأمسل أبناء الإسلام تربوا للخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضل لله فما له من هاد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مشاهدي الأكارم أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل واليوم بفضل الله تبارك وتعالى معنا في هذه الحلقة ثلاثة أبناء من أبنائنا الصغار خطباء المستقبل تعالوا بنا في بداية هذه الحلقة نتعرف عليهم معي ومعكم النموذج الأول من أبنائنا خطباء المستقبل الابن عبد الرحمن شريف أهلا وسهلا مرحبا بك يا عبد الرحمن ومنور يا حبيبي عسل ما شاء الله انت في سنة كام يا عبد الرحمن داخل ربع ربع ابتدائي أزهر ولا مدرسة عام أزهر أزهر مشاء الله ربنا يبارك فيك يا ابني ويرفع قدرك وأما النموذج الثاني ولأول مرة ابننا جمال أيمن أهلا وسهلا مرحبا بك يا أيمن ولا جمال جمال أيمن ما شاء الله أنت رايح سنة كم؟ رايح سنة تانية ابتدائي مش كده؟ وتحفظ من القرآن كم جزء؟ جزئين جزئين ما شاء الله الله ينور عليه ما شاء الله أسأل الله أن ينبتهم نباتا حسنا يا رب وأن يحفظهم بحفظه وارعاهم برعايته وأما النموذج الثالث ابننا المفوه ما شاء الله والمتألق دائما أبدا الابن إبراهيم شريف محيد دين أهلا وسهلا ومرحبا بك يا إبراهيم أهلا بك يا شيء ومنور يا عسل أهلا بك يا شيء واللي بقى رايح سنة كم؟ تلتة أعداد إن شاء الله تلتة أعداد إن شاء الله وختمت القرآن يا إبراهيم الحمد لله ومعك إجازة فيه إن شاء الله ولا لسه مقبل عليها؟ مقبل عليها بإذن الله مقبل عليها إن شاء الله أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع قدرك وأن يبارك فيك وأن يجري الحكمة على لسانك إن شاء الله تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نبدأ سريعا بالنموذج الأول عبد الرحمن شريف موحدين تحدثنا عن كلمات خير من الذهب والفضة مش كده؟ إن شاء الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يغلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا ابن عبد الله ابن عبد المطالب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن غالب ابن فه ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مدر ابن نظار ابن معن ابن عدنان وعدنان من ولد إسماعيل عليه السلام ثم أما بعد فحديثي اليوم محضراتكم في مشيئة الله تحت عنوان كلمات خير من الزهب والفضة نعم الله كلمات خير من الزهب والفضة من حديث شداد ابن أوس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنز الناس الزهب والفضة تكنزوا هؤلاء الكلمات زي من تشايفين حضرتكم كده صغار لكن ورب الكعبة كبار في القدر والمقام فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجري الحكمة على ألسنتهم وقولوا جميعا باسم الله ما شاء الله لأن من المعروف دائما أن ما بيحسدش المال إلا أصحابه وداء ابنكم وابن قناة الرحمة فدائما يعني تنظر لولدك ولأولاد الناس بأن تقول بسم الله ما شاء الله أو ما شاء الله لا قوة إلا بالله فهي حفظ فأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظهم بحفظه وأن يرعاهم برعايته إنه ولي وذلك ومولاه تستطيع أن تكمل إن شاء الله عبد الرحمن طيب وأحدثكم مشاهدي الأكارم وأحدثكم إن شاء الله عن نقاط أو عدة نقاط تحدث فيها علماء التربية تحدث فيها علماء التربية لكي نرب الأبناء عليها معنا إن شاء الله تبارك وتعالى ثلاث نقاط في هذه الحلقة وهي في غاية الأهمية والله هي من الأهمية بما كان في هذه الآونة من الزمان علشان رب أولدنا صح نعمل إيه يقول علماء التربية مهم جدا 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 إظهار البهجة والسرور عند دخول ولدك البيت البيت الكلام خاص للأباء وللأمهات طول ما الولد خارج البيت في درس أو في مدرسة وعند دخوله بقى مهم جدا بقول لحضرتك جدا جدا إظهار البهجة والسرور عند دخول الطفل البيت تبديها تعمل إيه دي ترب الولد على إيه على الابتسام دائما على إشراق في الوجه ونور على صدق على حب ورحمة وشفقة إما بالوالدين أو بالناس أو بالآخرين كل كل الناس لكن أن تقطب وجهك وأن يدخل ولدك تقوم تصرخ فيه وتقوله دي مش طريق الدخول وتزعق فيه لا 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 يا أخي لا لا مش كده أبدا معاك رب ابنك صح في أداب الاستئذان لكن مش ترفع صوتك وتزعق في وجهه وتنهره مش هيتعلم إنما دايما يبقى شأنك بسيط وضعك بسيط كلماتك خفيفة كلمات معسولة كلمات فيها ابتسامة يحبك ابنك دخل البيت هو بينتظر اللحظة دي الولد نفسه بينتظر اللحظة طول ما هو في الخارج برى البيت يعني ومجرد دخوله بيشوف وجوه الآخرين أبو أمه اللي معاه في البيت بيترقب الولد اللحظة هيبتسمه هيرحبه به هيحتضنه الأب كده أو الأم هيقبله بين عينيه هيمسح على رأسه أو على ظهره هيدنه منه أو يقربه كل الكلام ده الولد بيترقبه إن فعلته ربيت ابنك صح لكن تغضب وتسور وتقوله دي مش طريق الدخول اطلع بره وفين أدب الاستئذان وخبط مش في الرأس مش كده مش كده يبقى بشفقة أقول له لو سمحت يا محمد أو يا حمادة أو يا ابني اتفضل زي ما علمتك وانت بتبتسم زي ندخل البيت نخبط وإن قيل لكم يعني ارجعوا فارجعوا ادخل فادخل يبقى فيه استئذان يا حبيبي وتسلم وابقى ابتسامة كده في وجهك لكن دي مش طريقة أوعى تعمل كده تاني كل اللي بتعمله ده غلط تب فين الصح كل اللي بتقوله غلط 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 يقوم يختزن الولد كل كلمة انت قلتها ومش هيتعلم والله كده ما هيتعلم ربك سبحانه وتعالى بقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة وأحق الناس بالحكمة والموعظة عيالك زوجتك أهلك أيوة يا أخي نفعل ذلك إن شاء الله أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لكم في أبنائكم يا رب وفي أزواجكم وفي أموالكم وفي كل شيء إنه لي ذلك ومولاه نعود إلى النموذج الأول إن شاء الله من أبنائنا الصغار خطبي المستقبل الابن عبد الرحمن تستطيع أن تكمل إن شاء الله يا عبد الرحمن ان شاء الله فضل يا حبيبي اللهم إني أسألك السبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب فالكلمات الطيبة المباركات خير من الزعب والفضة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك السبات في الأمر والعبد مطالب بالسبات في سلاس مواطن في الموطن الأول في الدنيا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب سبت قلبي على دينك وقيل إنما سمي القلب قلبا لتقلبه فقيل إنما سمي القلب قلبا لتقلبه فنسأل الله أن يثبت قلوبنا على طاعته وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الموطن الثاني عند الموت قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال بعضهم الذين قالوا ربنا الله كثير والذين استقاموا قليل وقال الحسن لما يسمع هذه الآية يقول اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقام اللهم ارزقنا الاستقام نكتفي بهذا القدر إن شاء الله على أن نعود إليك إن شاء الله لو في وقت متبقي في الحلقة بإذن الله تعالى أبناءنا الصغار ربنا يبرك فيهم يا رب ويحفظهم زي ما حضراتكم شايفين المسألة حفظ حفظ في المرحلة دي ثم بعد ذلك الفهم ثم بعد ذلك التطبيق لأنه هو الولد هيتعلم إزاي طيب لازم تحفظه ثم بعد ذلك يفهم ثم بعد ذلك يعمل ويطبق إذا كان الكبير نفسه مطالب منه الأول إنك تحفظ النص ثم تفهمه كويس وبعد كده تعمل أو تطبقه إن شاء الله تعالى تعالوا بنا إلى النموذج الثاني من أبنائنا خطباء المستقبل الابن جمال أيمن تحدثنا عن القرآن يا جمال إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله وعلى آله وأصحابه الأطهار ثم أبابه قال الإمام الشاكبي وإن كتاب الله أوصق شاكي وأبنى غناء واهبا متفدلا وقير جريس الله يمله حديثه وتمداده جداد فيه تجمد أيها الأحبات الكبار إنا لدي موضوع أقدمه لكم وأذكركم به أولا وهو أين نحن من الكبار يا أمة الكبار أيها الأحبات الكبار والله لقد تكلم أعداء الإسلام عن الكبار وحلاوته فقال الوليد من المغيرة حين سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وتصلوا عليه فقال اسمع إنا له لحلاوة وإنا عليه لطلاوة وإنا أعلاه لمسلم وإن أسفله لطلاوة وإنه يعلو ولا يعلى عليه أخي الكبار هذا هو هدن من أعداء الإسلام أصدوا أصدوا الكبار فيه فشاد بحلاوة الكبار وجمال فما فما بالنا نحن أيها المسلمون إذا كبأ الكبار أمامنا فعد أصدوا الكبار فينا وعد تدبونا لآيات وما ليه والله سؤال عجيب قال صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالكبآن ومن أراد الآخرة فعليه بالكبآن وحج من لا يخفى ولا ينام وقال الله تعالى إنا نحن نزلنا الزكر وإنا له لحافظون أيها الأحبة الكبار أي دنيا هذه التي تجعلنا نفضلها على الكبار ونفضل المال على الكبار ونفضل الشهر على الكبار أيها الأحبة الكبار علينا جميعا أيها الموحدون الكبار أن نحافظ على كتاب الله وأن ربي أولادنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إذا ما تبلو آذر إن كتعمله إلا من ثلاث ومن هذه الثلاث أولد صالح يدعو له أخي المسلم الكريم تضبع معي قول الله تعالى إنا نحن نزلنا عليك الكبار تنزيله واسمع معي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قبته في عجة الوداء تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تدلوا بعد أبدا كتاب الله وسنة وفي الختام سائلين المولى عز وجل أن يرحمنا بالكبار وأن يجعله لنا إمابا ونورا ونهضا ورحمة أتبقكم في وعاة الله وأنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يا عسل ورحمة الله وبركاته بسم الله وبركاته أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظه بحفظه وأن يرعاه برعايته وأن يجعله يا رب يا رب مع الأئمة الدعاء الربانيين الذي يدل الناس على الحق بحق اللهم آمين يا رب أجر الحكمة على ألسنة أبنائنا خطباء المستقبل يا رب مكن لهم دعوتهم يا رب احفظهم وسدد خطاهم ورعاهم آمين آمين يا رب العالمين شهد يا الأكارم نطلع فاصل قصير ثم نعود إلى حضراتكم بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا إلى حضراتكم مجددا بفضل الله تبارك وتعالى مشاهدي قناة الرحمة الفضائية المباركة أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لكم يا رب في أبنائكم وبناتكم وفي أزواجكم وفي كل شيء إنه ليزالك ومولاه أعوز أولي النقطة الثالثة من خلال هذا البرنامج إن شاء الله كي نرب الأبناء عليها ذكرنا نقطة إن شاء الله وهذه هي الثانية بأمره تبارك وتعالى الأب الصالح قدوة لأطفاله علماء التربية يقولون الأب الصالح قدوة لأطفاله منه يتعلمون الأخلاق الحسنة فكن أنت ذلك الأب أولادك شايفينك أمام أعينهم حاجة كبيرة أوي قدوة كل اللي هتفعله تجد ابنك الصغير يقلدك وكأن سبحان الله سبحان الخالق الناطق يقلدك في مشيتك في طريقة كلامك في معاملاتك مع الآخرين لما دمت رجلا صالحا تعرف الله لأن المولود أو الولد كل مولود يولد على الفطرة على الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها الإسلام الدين السمح العظيم فيكتسب منك كأب صالح كل صفاتك والله كلها عارف الله هيفرق حاجة واحدة بس المستوى العلمي والفكري بس أنت ربنا أكرمك وحققت مثلا ما استطعت أن تحققه من تعليم أو نصيب وبتتمنى من قلبك أن ابنك يحقق أعلى منك ونسأل الله ذلك يا رب ابنك أو بنتك يبقى اللي هيفرق ما بينك وبين ابنك هو المستوى الفكري والعلمي اللي هيدرسه إن شاء الله لكن أدبك وأخلاءك ومعاملاتك وطريقة كلامك والله وطريقة طعامك وأكلك ولبسك وخروجك ودخولك ابنك بيكتسب كل هذه الصفات ما دمت رجلا صالحا لكن والعاذ بالله لو على غير الصلاح والهدى والتقى أبدا مش هيخد منك حاجة هيزداد في فساده وكله بأمر الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء فكن أنت ذلك الأب الصالح وكرر يقول علماء التربية الأب الصالح قدوة لأطفاله منه يتعلمون الخير يتعلمون كل شيء فكن أنت ده علماء التربية اللي بقوله كده فكن أنت ذلك الرجل إن شاء الله وأسأل الله لك ذلك وأسأله أن يبارك في عيالك يا رب وأن ينبتهم نباتا حسنا وأن يجعلهم زخرا للإسلام وللمسلمين اللهم أمين تعالوا بنا نستمع إلى ابننا عبد الرحمن شريف نعود إلى موضوعه إن شاء الله كلمات خير من الذهب نكمل إن شاء الله عبد الرحمن إن شاء الله التابط فضل الموطن الثالث بعد الموت وعند سؤال القبر قال تعالى يسبت الله الذين آمنوا بالقول السابت في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم أننا نسألك السبات في الأمر والعزيمة على الرجد والعزيمة هي القصد الجازم والرجد وطاعة الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجد أن تعرف الحق وتتبعه قال تعالى قد تبين الرجد من الغي العزيمة عزيمتان عزيمة في البدايات وعزيمة في النهايات عزيمة البدايات هي التي طريق طريق المعاصي والشهوات وتسلق طريق رضا رب الأرض والسماوات أما عزيمة أما عزيمة الحياة فهي التي يستمر بها العبد على طريق على طاعة الله عز وجل وارتكي بها من حال إلى حال ويقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك بارك الله فيك يا عبد الرحمن وأسأل الله لك الهداية والتوفيق والسداد والرشاد أنت قلت لي عبد الرحمن رايح سنة كم؟ سنة رابعة سنة رابعة إن شاء الله ما شاء الله وكم تحفظ من القرآن؟ خمسة جزاء ما شاء الله ربنا يبرك فيك ويزيدك يا رب فهما وعلما ورفعة وخلقا وسدادا وتوفيقا إنه ولي ذلك ومولاه عاوز أقول لمشاهدين الأكارم أن رهبط الكاميرا ما من ولد يعني عملاله اضطراب شوية لكن يسبط الله الذين أمنوا إن شاء الله بالقول السابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أسأل الله أن يسبط قلوبنا وقلوبكم أجمعين على الحق الذي يرضيه إنه ولي ذلك ومولاه اللهم أمين تعالوا بنا نستمع إلى النموذج الثالث من أبنائنا خطباء المستقبل الأبن عبد الرحمن شريف موحدين تحدثنا عن الصلوات إن شاء الله يا عبد الرحمن يا إبراهيم إن شاء الله نتفضل يا حبيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عباد الله فحديثي اليوم ما حضاراتكم بمشيئة الله تحت عنوان حافظوا على الصلوات حافظوا على الصلوات إن الصلاة عباد الله هي الركم الثاني من أركان الإسلام وهي العمود التي يقوم عليها التي يقوم عليها ترفع بناءه وتقيم جوانبه أرأيتم الفسطاطة الذي يستظل به لا يستقيم إلا بالعمود الذي ترفعه فلو سقط العمود لهوى إلى الأرض فكذلك الصلاة من الإسلام بل إن الصلاة من الإسلام بمنزلة الرأس من الجسد بل إن الصلاة من الإسلام بمنزلة الرأس من الجسد فلو أزيل الرأس لن تبق فيه حياة فلو أزيل الرأس لم تبق فيه حياة الصلاة عباد الله لها شأن عظيم عند الله ولعظم شأنها عند ربها فرضت على نبيه ليلة عرج به حين قربه وأدناه ورفعه منزلة فوق السماوات لم يبلغها أحد من الخلق سواه فرضت عليه مباشرة فرضت دون واخطة الملك وكانت أول ما فرضت خمسين صلاة في كل يوم وليلة وكانت أول ما فرضت خمسين صلاة في كل يوم وليلة فما زال صلى الله عليه وسلم يراجع ربه ويسأله التخفيف حتى جعلت خمس صلوات وهي في الأجر تعادل خمسين صلاة وهي في الأجر تعادل خمسين صلاة الصلوات الخمس عباد الله فرض عين على كل مسلم مكلف سوى ذكر أو أنثى ويؤمر بها الصبي لسبع سنين ويضرب عليها لعشر قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والصلاة عباد الله من شعائر الإسلام الظاهرة وهي نور وبرهان ونجاة لصاحبها يوم القيامة وهي الصلة وهي الصلة بين العبد وربه وهي الصلة بين العبد وربه تطهر النفوس وترفعها إلى درجات الفضل والكمال وتعطيها كوة وقلدان على المصاعب قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم واستعينوا بالصبر والصلاة والصلاة تحط الخطايا كما تحط الرياح ورق الشجر والصلاة تحط الخطايا كما تحط الرياح ورق الشجر وتنهي عن الفحشاء والمنكر وتنهي عن الفحشاء والمنكر فهي بمثابة الماء الطهور ينق الجسد من الأوساخ ويعطيه كوة ونشاط قال صلى الله عليه وسلم أرأيتم أرأيتم لو أن على باب أحدكم نهرا غمرا يغتسل فيه كل يوم خمس مرات فهل يبق من درنيه شيء فهل يبق من درنيه شيء فكذلك الصلاة من الإسلام يمحو الله بهن الخطايا ويرفع بها الدرجات والصلاة عباد الله أول ما فرضت من شعائر الإسلام أول ما فرضت من شعائر الإسلام وآخر ما يفقد من هذا الدين من حافظ عليها حفظ دين من حافظ عليها حفظ دين ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع والصلاة عباد الله هي الفرق بين الإسلام والكفر قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فإن الصلاة فمن تركها فقد كفر فمن تركها فقد كفر فمن تركها فقد كفر وهي مقياس صلاح الأعمال فإذا أصلح العبد فإذا أصلح المسلم صلاته كان على إصلاح باقي شعائر دينه أقدر كان قادرا على باقي شعائر دينه أقدر وإذ لم يستطع أن يصلح المسلم صلاته فلا يستطيع أن يصلح باقي شعائر دينه قال صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله أيها المسلمون حافظوا على صلواتكم في أوقاتها لأن المحافظة عليها في أوقاتها من صفات المؤمنين المفلحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صل الصلوات لوقتها وأسبغ لها وضوءها وأتم لها قيامها وخشوعها وركوعها وسجودها خرجت وهي بيضاء مسفرة خرجت وهي بيضاء مسفرة تقول تقول حفظك الله كما حفظتني حفظك الله كما حفظتني ومن صلاها ومن صلاها لغير وقتها ولم يسبغ لها وضوءها ولم يتم لها قيامها ولا خشوعها ولا ركوعها ولا سجودها خرجت وهي سوداء مظلمة خرجت وهي سوداء مظلمة تقول تقول ضيعك الله كما ضيعتني ضيعك الله كما ضيعتني حتى إذا شاءت حتى إذا كانت حيث شاء الله لفت كما يلف الثوب الخلق ثم ضرب بها وجهك عباد الله احذروا التهاون بالصلاة لأن التهاون بالصلاة من صفات المنافقين لأنها ثقيلة عليهم قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبِرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ فَيَا عِبَادَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْمُسْطَى وَقُومُوا لِللَّهِ قَانِتِينَ فَالصَّلَاةُ عِبَادَ اللَّهِ الْخَمْسُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَمَّا النِّسَاءُ فَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنْ أَمَّا النِّسَاءُ فَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنْ وَصَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهَا فِي الْمَسْجِدِ لَكِنْ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي الْمَسْجِدِ لَكِنْ لَا تُمْنَعُ مِنْ حُضُورِ الْمَسْجِدِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ في بيوت أذن الله أن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِلْتَاءِ الزَّكَاءِ يَخَافُونَ يَوْمًا يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبِصَارِ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالْ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُلْقَى أَلْيُلَاقِ اللَّهُ غَدًا أن يلقى الله غدا مسلما أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات فإنه ينادي بهن فإن الله تبارك وتعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى فمن حفظها حفظ دينه فقد جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن داري بعيدة والطريق وعرة والمدينة كثيرة الهوام وليس معي قائد فهل تجد لي من رخصة أن أصلي في بيتي فهل تجد لي من رخصة أن أصلي في بيتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء فقال نعم فقال أجب لا أجد لك رخصة لا أجد لك رخصة وقال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله ما شاء الله أحسنت يا إبراهيم ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك إبراهيم شريف محي الدين من أبنائنا المميزين والمتميزين ربنا يبارك فيهم يا رب ويجعله يا رب زخرا للإسلام وللمسلمين اللهم آمين شاهد الأكارم انتهى وقت حلقتنا فإلى أن ألقاكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل أترككم في رعاية الله وأمنه وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاهد قطباء المستقبل واستبشروا بالنجيل الأمسل شاهد قطباء المستقبل واستبشروا بالنجيل الأمسل الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين شكرا شكرا